أعلنت وزارة الكاروباء عن تأثر محطتين كهربائيتين في واسط وديالا بالهزات الأرضية التي ضربت مناطق متفارقة من العراق صباح اليوم الوزارة وفي بيان لها أكدت تأثر محطة لزبايدية في واسط والمنصورية في ديالا مؤكدة دخول طواقمها انذارا لمعالجة الخلل الذي قد ينتج عن الهزات الأرضية وتجنب الانقطاع التام للكهرباء وفي سياق متصل أخلت وزارتا الاتصالات والصحة واللجنة الأولمبية مقارها من الموظفين تحسبا من هزات ارتدادية قد تضرب بغداد والمناطق المحيطة بها مما قد يتسبب بأضرار مادية وبشرية